انت فين معك كابتن مشير والله موجود انا السنة اللي فاتت واللعب ليها كنت موجود في القسم الثالث بس السنة دي يعني ربنا يسر إن شاء الله كمدرب اه لا فينك من الظهور فينك من النادي الاهلي يعني قول لي مشوارك فينك اوه انا مشواري طبعا زي ما انت قلت يا كابتن اعادت في النادي الاهلي اكتر من عشرين سنة لان انا موجود من عندي تسعة سنين وبطلت وانا عندي تسعة عشرين سنة فآه جيت تسع سنين نادي الأهلي اه كنت موجود في المرحلة بتاع مدرسة الكورة بدأت مدرسة الكورة لغاية ما ختمت فريل أول تسعة عشرين سنة فكل المراحل الناشئين قدتها في النادي الأهلي الحمد لله بعد كده بطلت وشاركت بقى مع كابتن محمد رمضان في أكاديميات النادي الأهلي والله ساعتها كان كابتن محمد رمضان في الوقت ده كان مسك أكاديميات النادي الأهلي في أواخر التسعينيات أو أوائل ألفية التانية كان كابتن محمد رمضان وكان ساعد عب حفيز وكابتن أحمد عبائي وكنا كلنا موجودين يعني كوكبة من النجوم من نادي الأهلي كان ياسر ريان وعبد الجليل وعلي ماهر وشام حنيف كلنا كنا موجودين في الأكاديمية بعد كده طم تسعيدي لقطاع الناشئين قعدت حوالي سبع سنين أو ست سنين وانت عارف فقط ان كله مدرب ليه تنوحه انه هو يطلع بمرحلة الناشئين انه هو يشتغل فريق أول الحمد لله مسكت كذا نادي فريق أول قسم ثالث والحمد لله على كل حال طب أنا حسيتك كده ان انت زعلان أو مداي قبل ما نطلع على الهوى يعني تقولي الجو العام مش حلو في الكورة في مصر المجاملات يعني انت برضو لعيب كبير واسم كبير داخل نادي أهلي يعني وكانت موحك أعتقد أكبر من انت تبقى طول الوقت مدارف الدرجة التالتة والدرجة يعني أكيد أنا قلت لك كابتن خالد وانا داخل قلت لك ان المرحلة اللي احنا فيها ديا الناس الاكفاء الناس اللي هي المحترمين جدا معظمهم قاعدين في البيوت ما عندهمش شغل وده بسبب الأجواء اللي احنا بنحب بها في العالم الرياضي عندنا في مصر ناس محترمة جدا ناس عندها بطولات ناس عندها شهادات عالية جدا للأسف لما نيجي نقدم في أي نادي أو نقدم في أي منطقة ما بيبصش للسيفي بتاعك بيبص للمجاملات اننا جاي ترى فلان جاي اتبع فلان فلان اتصل ياخده دوان فمتفجأ بعد كده ان انت للسيفي بتاعك محترم جدا اللي اتاخد او اللي وقع عليه الاختيار لا هو لعب كورة ولا هو عنده سيفي فعلا طبعا 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 هسألك سؤالك انت كنت واحد من السردبكات اللي هو زي ما بيقولوا عليه كده يعني ايه مش عايز اقول لفظ يعني كان بيتقال عليك ايه كنت ما بحد يعني مدر بيقول لك امسك ده يبقى امسك ده مش عايز اقول قراضة فانت عارف انت كلمة دي في الكورة يقول لك يعني حد بيعجبك من السردبكات اللي موجودة دلوقتي شايف ان السردبكات جلكو والجيل اللي قابليكو اللي بعديكو افضل من اللي موجودين دلوقتي ولا فيه فيه كويسين دلوقتي برضو لا الجيل بتاعنا طبعا لو قلنا اسماء هنقول اسماء كبيرة جدا انا تعلمت منهم وشاركت معهم ولعبت مع بعض منهم يعني لو قلنا الكابتن حمد صدقي الكابتن محمود صالح الكابتن ربيع ياسين ناس كتيرة جدا انا يعني اول ما طلعت مع الفريق الاول الناس دي كانت موجودة فتعلمت منهم كتير بعد كده بقى هنقول عمر الحديدي هنقول ابو الدهب هنقول محمد يوسف لا لعبة كبيرة جدا لعبة لها اسم تقيل شاركة نادي اهلي وشاركة منتخب مصر انما اللي احنا في الاجيال اللي دلوقتي دي معدودين على الاصابع يعني انا مش شايف ان بعدين مثلا كان واقل جمعة بعد واقل جمعة قادر اقول مثلا اللونش ده اللي انا قادر لنا بحكم المركز بتاعي اللي هو بيعجبك بس اه لكن كل الموجودين دلوقتي مش حد عجبك كلهم شبه بعض مفيش حد سوبر يعني احنا واقل جمعة من بعدين ظهر واقل كان لعيب قوي جدا عشان كده ثبت وجوده وبقى ليه باصمة وبدليل ان احنا بتقول عليه من الناس الايالين صخرة صخرة الدفاع وتلق عليه لقب الصخرة حاليا دلوقتي انا بيعجبني الونش جدا برضو في كل المواصفات دي ربنا يشفيه طبعا ويقوموا بالسلامة ويرجعوا هم دولة اللي معظم يعني انت مثلا احنا عندنا في النادي الاهلي رامي ربيع عندنا ياسر ابراهيم عندنا مثلا دول اللعيبة اللي هي موجود محمد عبد المنعم كل دول شايفهم شابه بعض او ولا شايف عندنا حسام عب ميجيد مثلا دلوقتي لا لا معلش انا اسف لان انا برضو نسيت محمد عبد المنعم رامي ربيع المفروض ان هم يتحطوا في المجموعة اللي انا قلتها ديا لان رامت ظلم كتير جدا قلوصابات حرامتهم من ان هو يشارك سنين اللي فاتت دي كلها بشكل اساسي وانه يثبت وجوده السنة اللي فاتت ديا واعتقد من بداية السنة دي بادئ بشكل كويس جدا محمد عبد المنعم طبعا حدث ولا حارك طبعا اثبات وجوده مع النادي الاهلي في المنتخب فده يخليه ان هو فعلا يبقى من الاسماء الكبيرة اللي احنا مقلول عليها ديا اللي هي فعلا مدافعين لهم سكورة